أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك عامل إيه حضرتك أخبارك كله تمام؟ أهلاً وسهلاً مع حضرتك أبو المعاط زاكي وعاوزين بقى رد حكي على التصريحات اللي أنا بعدتال أهلاً كيف أردت أليك؟ كيف أقوله لا؟ لا إحنا على الهوى ما نقولي إلي حضرتك إحنا على الهوى دلوقت صوت وصوت يعني صوت حضرتك على الهوى أهلاً على الهوى أهلاً 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 حبيبي أولاً شكراً على أنك عطيتني هذه الفرصة بالتوضيح ثانياً أنا عمري وأنا صرحت مثل هكذا التصريحات التي شبتها في بعض الوسائل التواصل الاجتماعي وبعدين لا يحق لي أن أتكلم باسم الكابتر محمد أبو ذيكا ولا غيره ممكن ندلي تصريحات فيما يتعلق بمواقتي وبعرأي أنا ما فيما يتعلق بالناس فأنا مفتغلت أنه ينشر على لساني كلام مثل هذا لا يعنيني بطريقة مباشرة يعني وبعدين فيها فيها شيئاً تتعلق بشخص آخر وفيها أشياء تتعلق بأنه أنا توصلت مع مع كابتر رئيسنا الأهلي أنا رأيت وصلت معي واحد بشأن الكابتر محمد أبو تريكا ليبقى عزيز وغالي لكن لا يحق لا يحق لها تحديد باسموم ولا يحق لها تريد أو لها الوسيلة أنها تكتب على ألسنة الناس أشياء غير رحيحة أنا أسف جداً وحزين على أن وصلنا إلى هكذا بأسف جديد وشكراً على أنك أنا أعطيت للفرصة أنني أكدبنا مع السلطة هولي في منتصريحات نسبة إلي طيب أساس حافيز رأيك كيف منتخب الجزائر دلوقتي وجمال بالماضي استمراره مع منتخب الجزائي هو أقل الأضرار لو استمر جمال استمره الجمال وأقل أضرار بالنسبة لمنتخب الجزائري تصور بأنه لو الجمال بالماضي غادر ورئيس الجحاد أيضاً غادر فمنتخب الجزائرية نفسه في فراغ رهيب في عشية انتلاقة تصريحات كاسر من بصريك 2023 فأعتقد أن استمراره في التحدي جديد واستجابة أيضاً لجماهي العريضة تريد أن يختمر زناد الماضي الذي أرد أن تأسس ممكن لثقافة أنه الإصرار والاستمرار في مواصلة لفعات التحديات رغم الإخبات عندك أمل في إعادة مباراة الجزائر والكامير؟ لا ولا مصر والسنغال؟ لا 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 للأسف لا لأنه ما في أخطأ تقنية في أخطأ تحكمية أوكي وتقديرية ما في أخطأ تقنية تستطيع إعادة المباراة أو فيه أدلة على رشاوي قدمت للحكام أو فيه إقرار من الحكام على أنهم تلقوا رشاوي واخطأوا فما دون ذلك لا يمكن للمباراة انتعاد للأسف الشديد توقعاتك لمباراة الأهل ووفاق السطيف الدور قبل النهاية؟ النظرية الأهل أقوى والأهل أفضل ولكن ما ظهره الوفاق في مباراته أمام الترجي يخوف من المفروض يخوف الأهل يعني لو يكرر المباراة مثل هذه ممكن يزعج الأهل ولكن نظرية متطور بأنه الأهل فيتآهل المباراة النهاية يتآهل المباراة النهاية على حساب بفاق السطيف؟ نعم لأن المنطق يقولها كده هل تفضل محمد صلاح البقاء في الفاربول أو الرحيل؟ نعم أفضل محمد صلاح البقاء في الفاربول أنا شكل لحقاك جدا نصوص حفيز إن أنا خدت هذا الوقت من وقتك الثميل وكل سنة وحياك طيب الله يحف شكرا لك يا حمد بيك